أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب هذه الآيات الكريمات أيها الأخوة والأخوات هي تفصيل ما وعد الله عز وجل به نبيه والمؤمنين إذ أن الآية الأولى التي مرت بنا في المجلس السابق إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله في تلك الآية ذكر الله حالهم وصدقهم وفضلهم بأنهم كأنهم بايعون الله في هذه الآيات ذكر الله جزاءهم بأنهم حازوا رضا الله عز وجل يعني ما بينهما من الآيات هي انتقال في حال المنافقين وأهل الأعراب الذين انشقوا وتخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا مع المؤمنين فذكر الله حالهم كشفا لهم وإظهارا لسوأتهم وعمالهم السيئة التي كانوا عليها وظنونهم سيئة فقال الله تعالى هنا عودا للسياق في السياق على حال المؤمنين الذي ابتدأ من أول السورة لقد رضي الله عن المؤمنين الله أكبر والله لو لم يأتي لهم ولم يحوزوا إلا هذه الكلمة لكفا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هنا صرح ببيعتهم تحت الشجرة وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى مبايعتهم تحت الشجرة لاستحضار تلك الصورة المشرفة له فتلك الصورة لن تنسى لن ينسوها ولن ينساها التاريخ ولا زالت تذكر تلك الشجرة وتلك البيعة العظيمة إلى يومنا هذا بشرفها وشرف أهلها بغض النظر عن قضية قدسية هذه الشجرة وتبرك حولها هذا أمر لا يشرع القول فيه إذ أن الحديث هنا في قضية شرف هؤلاء وليس شرف الشجرة شرف هؤلاء والتذكير لذلك المشهد العظيم قال إذ يبايعونك تحت الشجرة مع أن الآية نازلة الآية نازلة بعد مبايعتهم فقال هنا إذ يبايعونك ولم يقل إذ بايعوك لماذا جاء الضمير هنا بصيغة المضارع تجديد البيعة وتذكيرهم بها لاستئناسهم بها ودوام استمرارهم على هذه البيعة وثباتهم على ما هم عليه أو ما وعدوا فيه رسول الله صلى الله عليه وعادوا عليه قال الله فعلم ما في قلوبهم من إيش لاحظوا أيها الأخوة ما قال فعلم ما في قلوبنا الصدق الله ما أجمل هذا القرآن وعظمه إذ يعني يذكر الآية الفعل ويعلق المفعول ليحتمل كل الاحتمالات فعلم ما في قلوبهم من الإيمان من الصدق من الرغبة في نصرة دينه واليقين والفرح والرضا إلى غير ذلك كأن الله عز وجل جعل في هذه الآية كل ما كان في نفوس الصحابة يومئذ بعضهم راضي بالرضا وبعضهم اليقين وبعضهم بالفرح وبعضهم بالثبات إلى غير ذلك فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق واليقين والثبات وغير ذلك فأنزل السكينة عليهم هذه هي السكينة التي قال الله عنها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين فعاد هنا والأجيب والسر أن السكينة هنا ذكرت في هذه السورة أنزالها ثالث مرات ذكر ذكر أنزال السكينة مع أنها واحدة أنزلها الله تعالى لكن ليؤكد أولا أو ليبين أن هذه السورة هي خلاصتها في هذا المشهد وما أنزله الله تعالى على المؤمنين والسكينة تطمينا لهم وتثبيتاً لقلوبهم وإذهاباً لفورة نفوسهم على الكافرين وتحقيقاً لرضاهم فأنزل السكينة عليهم فقط لا وإنما منحهم الله عز وجل بهذا منح ربانية لا منتهى لها إلى قيام الساعة يعني نحن الآن أيها الأخوة ما زلنا نعيش بركات هذه البيعة كيف ذلك تأملوا معي سلمكم الله قال وأثابهم فتحاً قريباً ما هذا الفتح هو فتح الخيبر الذي كان لهم فيه غناء عظيمة قال ومغانم كثيرة يأخذونها فإن أعظم مغانم حازها المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مغانم خيبر ومغانم كثيرة كثيرة يأخذونها ولاحظ قوله يأخذونها هنا ملحظ لطيف نستنبطه ذكره بعض فسرين وهو أن جميع من كان في تلك الغزوة سيعيشوا إلى تلك إلى ذلك اليوم المبعود ولهذا لم يذكر أن أحداً توفي من هؤلاء الألف وأربعمائة قبل غزوة خيبر فتح خيبر طبعاً كان بين حديبيا وخيبر كم؟ لا شهر ونيف يعني في تلك الفترة ثم غزى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لكن كان هذا في نهاية السادسة وهذا في بداية السابعة كان في ذي الحجة وغزى في محرم فقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ما هذه مغانم خيبر كأنه يخاطبهم الآن وهم يعيشون ذلك الفتح وكف أيدي الناس عنكم ما هو هذا الكف كف أيدي أما أن يكون المراد كف أيدي أهل مكة فلم يقاتلوكم أو كف أيديكم من أهل الخيبر فإنهم فتح خيبر لم يكن بقتال من المسلمين فقال وهذا هو الأظهر وكف أيدي وكف أيدي الناس عنكم لأن لفظ الناس في القرآن الكريم غالبا ما يعود على قريش أو الكفار المشركين لكنه هنا لما جاء السياق في حال أهل خيبر اختلف المفسرون فيه ولتكون آية للمؤمنين ما هي إما أن تكون المقصود السكينة التي أنزلها الله على أولئك الصحابة فهي آية للمؤمنين بعد ذلك بأن يرضوا حكم الله تستقر نفوسهم لما أمرهم الله عز وجل به ورسوله وترضى لحكم الله عز وجل في أي أمر من الأمور فإن ذلك السبف خير لهم فهي آية والله إنها لآية أيها الأخوة تلك البيعة ينبغي أن نأخذها منهجا في حياتنا أيها الأخوة أنه إذا جاء حكم الله حكم رسوله والذي يمثله في أي وقت ما يراه أهل العلم الربانين الراسخين في أن هذا حكم الله ورسوله أي وافق حكم الله ورسوله الرضا بهذا الحكم سبب لخير كثير يعني بمعنى لو لو كان في ذلك أمر يتعلق بأمر الأمة فأفتى في ذلك أهل العلم الراسخين المعروفين في ديانتهم وصدقهم فينبغي الاستجابة لقولهم وإن كان في قولهم غضاضة على بعض المسلمين في أن في ذلك سبب في يعني عدم قيام أمر الجهاد أو الوقوع في يعني في المشهد الكفار أو شيء من ذلك لكن حكم الله أعظم وما في هذا الحكم هو البركة وهو الخير وهو العاقبة الحسنة قال الله سبحانه وتعالى ويهديكم سراطا مستقيم ما أعظم هذا الجزاء أن يهديكم في دينه فأنتم على هداية وصراط مستقيم في دينكم باتباعكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أخواني الكرام هنا قاعدة ينبغي أن نعرفها من عقد قلبه على الدين صادقا فإن الله سيفتح له فتحا عظيما كل ما صدق عقدك في قلبك على الدين وصدقت الله في ذلك فاعلم أن عاقبتك خير كثير وهذا استقرأته في كتاب الله كثيرا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام يعني من صدق الوعد والعهد فستكون العاقبة عظيما يعني مثاله الإنسان إذا قوي أساسه قوي الأساس كان البناء شاهقا وعظيما فكذلك في أمر الدين أيها كم لما قوي الأساس قوية العقيدة فإن خير هذا الرجل سيكون كثيرا وكلما عظم الصدق في قلب الإنسان كان ذلك بإذن الله سببا في فتح الله له وتوفيق الله له وبركته وغير ذلك فضعوا هذا في قلوبكم أيها وإخوة وستقوا الله تعالى في نصرة دينه والبذل في سبيل هذا الدين بكل ما تستطيع فاعلم أن هذا سبب لتمكين الله عز وجل كفردا وجماعا قال الله سبحانه وتعالى وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قال وَعَدَكُمُ اللَّهُمَ غَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَا فَعَجَّلْ لَكُمْ هَذِهِ طيب فعَجَّلْ لَكُمْ هَذِهِ معناته أنه هناك غنائم أخرى ما هذه الغنائم حُلَيْن ما جاءهم من غنائم في حُلَيْن وهي كثيرة أيضا ثم قال في الآية الأخيرة وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ حَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ لَكُمْ شَيْنَ قَدِيرًا ما هذه الغنائم لا قال لم تقدروا عليها يعني ما كان في تصوركم أنكم تقدرون عليها لأنها بعيدة عن أذهانكم غنائم فارس والروم ما كان الصحابة يطمعون بها ما كانوا يتطلعون لها كانوا يتطلعون لقريش ومن حولهم من العرب فقال الله أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها حاطت قدرة وإرادة بأن تخضع لحكم الإسلام قال لو كان الله على كل شيء قديرا وفي هذه الآية تأتي البركات على الأمة إلى قيام الساعة فنحن اليوم يا أخوان الكرام يعني من يتصور أن ينال المسلمون مغانم أوروبا وروسيا والغرب ربما كثير من يقول ما أين هذا أنت تعيش في أحلام نقول يا أخي الكريم وعد الله صادق بأنك إذا صدقت الله سيمنحك ما لم تكن تتوقع وتعلم فهنا قول وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها نحن لا نقدر ولا نتصور ذلك إن كنا نعيش في واقعنا الذاتي لكن حينما نعيش في سنن الله ونعيش بصدق يميء يقيننا بالله ونصرتنا لدين الله إن نصرنا دين الله فوالله ثم والله ثم والله سننال غنيمة أولئك وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعد وعدا صادقا بأننا في آخر الزمان سنمنح غنيمة الروم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستقاتلون الروم يأتونكم في ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر ألف يعني حوالي المليون أو سبعمائة ألف وزيادة في تفصيله أنه يهزم منكم الثلث فهم شر خلق الله يومئذ ويستشهد الثلث وهم خير الشهداء يومئذ وينصر الثلث وهم خير عباد الله يومئذ الله أعلم متى يكون ذلك ما نتجي والله أعلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود والله لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود اليوم هؤلاء وسيقتلونهم لماذا؟ لأنه في الحديث أمر لم يحصل قبل وهو أنه يقول حتى يقاتل المسلمون اليهود فيضق الشجر والحجر إلا شجر الغرقة فإنهم شجر اليهود يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى فإن يهودي خلفي فاقتل هذا لم يكن من قبل معنى ذلك أنه سيكون والله تعالى أعلم أنه سيكون في اليهود الآن المعاصرين لأنه الآن يغرسون الغرقة وهذا دليل صدق وعد الله وعد رسوله ونسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بأنفسنا في رؤية هذا المشهد وأن يجعلنا من أهله نصرة وتمكينا صادقين مقبلين قال الله عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار يعني انظروا مناسبة هذه الآية يا إخوة يعني كأنه يقول هنا بعد هذا الوعد كأنه كيف نتغلب على هؤلاء الكفار الذين هم في غلبة فقال الله هناك سنة ربانية قد خلت من قبلكم لا تزال ما دامت السماوات والأرض ما هي هذه السنة؟ أنه لو قاتلكم الذين كفروا أي وكنتم على صدق وإيمان وصبر وثبات لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصرا والله لو قاتل المسلمون الكفار اليهود أو النصارى صادقين مجتمعين حققوا أسباب النصر والله لن يهزموا وسيولي الكفار أدبارهم لماذا؟ لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى سنة الله التي قد خلت من قبل سنة ثابتة إلهية ومن هي سنة من؟ سنة رب العالمين سنة خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى فهو أعلم بهم وبشؤونهم وبما من ينصر ومن يهزم ويذل التي قد خلت من قبل أي أنها سابقة فيكم فهي فيكم متحققة ولن تجد لسنة الله تبديلا لا تتبدل لكن قد تختل تلك أعفوا قد لا تتحقق تلك السنة في قوم لم يحققوا أسباب النصر كاملة أو أن في ذلك الأمر الذي حصل كما حصل في غزوة أحد مثلا أمر أراده الله حكمة وأيضا ما حصل في أحد هو بسبب اختلال أسباب هذه السنة وهو عصيان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية والله أعلم أحد معنين معنى الأول أن يكون المقصود بها ما حصل من كف الله عز وجل المؤمنين عن الكافرين وكف الكافرين عن المؤمنين في قضية صلح الحديبية هذا المعنى الأول والمعنى الثاني والذي عليه جمهور المفسرين أن المشركين بعثوا برجال منهم اختلف في عددهم قيل في ثلاثين أو يزيد لينالوا من المسلمين على غرة حتى يقولوا قد نل من المسلمين من محمد وأصحابه فتكون لهم عند العرب كلمة أو يعني مقالة فمكن الله تعالى المسلمين من هؤلاء فأسرهم فأتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فعل الحكيم عليه الصلاة والسلام أمر بإطلاق صراح أمر بإطلاق صراح لماذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام له أهداف بعيدة لأن لو قتلهم لن يتم صلح ولن يكون قرار وستكونوا سببا في ثورة أهل المكة ثم ثورة القبائل معهم إذ أن محمد صلى الله عليه وسلم قد غدر بهؤلاء سيقولون ذلك فسقوموا قائمتهم فانظر إلى القائد الحكيم تركهم وأطلق صراحهم ثم جرى الصلح بعد ذلك فقال الله تعالى وهو الذي بحكم بأمر الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بأمر الله قال وهو الذي كف أيديهم عنكم أيديهم عنكم لم يصيبوكم وأيديكم عنهم ببطن مكة واختلف في بطن مكة هنا فقيل المقصود ببطن مكة هو الحديبية لأن الحديبية خارج مكة فهي تعتبر بطن أسفل يعني هي بين جدة ومكة تسمى اليوم الشميسي اللي هي في طريق من طريق من جدة إلى مكة فتسمى بطن لأنها أسفل مكة وقيل أن المقصود بطن مكة يعني وسط مكة كأن الله تعالى يقول هو الذي كف أيديكم لو دخلتم إلى مكة عنوة حصل بينكم وبين الكافرين قتال فهو الذي حماكم من ذلك وكف أيديكم عنهم والله تعالى أعلم في الصواب في ذلك من بعد أن أظفركم عليهم وهذه الجملة هي التي تؤكد المعنى الثاني الذي هو أسر العدد من المشركين وكان الله بما تعملون بصيرا ثم قال الله عز وجل في هذه الآيات القادمة كلها في إظهار سوءة الكافرين والتصريح بسيئاتهم والتشنيع عليهم وأنهم ليسوا أهلا لولاية البيت الحرام وأنهم على حال مزري يعني أظهر عيوبهم عند العرب إذ أنهم هم سدنة البيت كيف يكون ذلك منهم ما هذه الصفات قال الله تعالى هم الذين كفروا فهم كفروا بالله هل هل ينالون شرفا ولاية البيت وقد كفروا بالله عز وجل وهو بيت الله وصدوكم عن المسجد الحرام هل لهم أن يصدوا المؤمنين عباد الله من المسجد الحرام والهدي معكوفا أي منعوا أن ينحر الهدي في محله عند بيت الله الحرام إن كان في العمرة فهو عند مروه وإن كان حجا فهو في ميناء أن يبلغ محله كيف يليق بهم وهم يزعمون الكرم والضيافة واستقبال ضيوف الرحمن أنهم يمنعون الهدي أن يبلغ محله هم لم يمنعوا صريحا وإن منعوا أهله فمنعهم أهله منعهم للهدي قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم من هم هؤلاء أي المستضعفون من المؤمنين في مكة الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا بسبب ضعفهم وقلة ما في أيديهم أو بسبب منع المشركين لهم وكانوا قيل أنهم اثنين عشر رجل اثنين عشر امرأة وقيل أكثر من ذلك قال الله ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم كيف لم تعلموهم قيل أن بعضهم لم يعرفهم الصحابة لأن بعضهم قد آمن سرا وقيل لم تعلموهم لم تميزوهم في خضم المعركة لم تعرفوهم لم تعلموهم إذا دخلتم أن تطؤوهم والوطء هو يعني أن يطأ بقدمه والمقصود بذلك أن يطأوهم في المعركة بأن يصيبهم منهم يعني مصاب فتصيبكم منهم معرة بغير علم كيف معرة بأنكم ستقتلون منهم أناس فيقول أهل مكة قاتل محمد أصحابه فتكون معرة يعني معابة لكم عند العرب تكون فتصيبكم منهم معرة بغير علم يعني أنتم قتلتموهم بغير علم لكن العرب لن تسلموا منهم بأنهم سيجعلون هذا عيبا عليكم وعارا عليكم قال الله ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني أن الله عز وجل أراد هذا الحكم ليدخل في رحمته أولا من هؤلاء الضعفة فيهاجرون ويدخل الله في رحمته من أهل مكة فيسلمون ويدخل الله في رحمته من أهل القبائل في دين الله عز وجل فهذه الآية هي ظاهرة في حكم أو من حكم الصلح الذي أراده الله ولو كان قتال لم تكن تلك الحكم أو المصالح ليدخل الله في رحمته من يشاء فأدمجت هذه لإظهار حكمة الله عز وجل في أمر الصلح قال الله لو تزيلوا إيش معنى تزيلوا تميز المسلمون المستضعفون من الكافرين لو لم يكن هناك لو لم يكن في مكة مسلمين مستضعفين أمرناكم بقتال المشركين ولعل هذا يظهر أن من حكمة صلح الحديبية أو من أعظم الحكم وجود المستضعفين من المؤمنين في مكة قال عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما في الدنيا أو في الآخرة ثم قال الله عز وجل في التشنيع أيضا على الكافرين أهل مكة بعد أن أثنى وأشاد بالمؤمنين أهل بيعة الرضوان الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الحديث عن هؤلاء المشركين في التشنيع عليهم وإظهار سوءتهم قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلين يعني ما منعهم ما جعلهم يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن بيت الله إلا الحمية يعني كيف تمنعون عباد الله من بيت الله إلا حمية يعني هذه معرة عليكم وسوءة عليكم كيف تجعلون الحمية التي في قلوبكم سببا لمنع النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة ولهذا قال في قلوبهم الحمية ما يدل أيها الإخوة على أن الحمية قد احتمت في قلوبهم والحنق قد ظهر في نفوسهم ووصل بهم من الغيظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر شأنه وهو منهم وقد خرج من مكة فصابهم في قلوبهم من الغضب والحمية الجاهلية ما جرأهم على منعهم من مكة يظنون أنهم قادرون على منعه أو النيل منه قال حمية الجاهلية لماذا وصفها بحمية الجاهلية ولم يكتب قولهم الحمية حتى يعرف أن هذا جاهلية منهم ولا شك يليخوا أن قرن تعليق الحمية بالجاهلية يعني للدلالة على سوءة هذه الحمية وأنها متعلقة بأمر الجاهلية ليست على علم ولهذا ما جاء في القرآن وقرن بالجاهلية فهو أمر سيء كما قال الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وغيرها من الآيات التي قرنت الجاهلية فالمقصود بها أن هذه الحمية حمية سيئة وحمية باطلة وخارجة عن حدود حكم الله ورسوله وأمر الله ورسوله وهذا منه نأخذ أيها الأخوة أن الإنسان إذا منع إنسانا من الخير بسبب من الأسباب في نفسه فقط حمية وأظهر قوته بلا سبب فإن ما فيه من هذه الحمية هي حمية جاهلية وإن كانت الجاهلية انتهت لكنه اتصف بصفات أهلها قال الله عز وجل في مقابل هؤلاء المؤمنين هؤلاء المشركين انتقل السياق في الثناء على المؤمنين ما يزال ربنا عز وجل يرعى هذه الثلة النخبة الفئة الطيبة المباركة ويعيد الثناء عليها ويؤكد أيضا ما أنزله الله في قلبها من السكينة والاطمأنان بحكم الله قال الله فأنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين يعني هؤلاء هي في مقابل حال هؤلاء هؤلاء في قلوبهم حمية حمية الجاهلية لكن الله عز وجل جعل في قلوب عباده وأوليائه ورسوله ونبيه ورسوله والمؤمنين السكينة سكينة الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى ما المقصود بقالو لكلمة التقوى يعني ما مناسبتها هنا وما المقصود بها أولا قيل هي كلمة التوحيد وقيل هي كلمة التقوى ذاتها يتقوا الله عز وجل ومن ذلك أنهم وثقوا أنفسهم بحكم الله ولم يخرجوا أن حكم الله وحكم رسوله في ذلك الصلح وهذا تقوى اتقوا حظوظ أنفسهم ولم يجترئوا على مخالفة أمر الله عز وجل لأنهم لو اجتروا على حكم الله معنى ذلك أنهم أرادوا حظوظاً في نفسهم لكنهم جردوا نفوسهم عن كل حظوظ وقرنوا قلوبهم بما أراده الله وحكم به يعني خلصوها لحكم الله عز وجل ولهذا قال وألزمهم كلمة التقوى قيل المراد أيضاً بالتقوى هنا ألزمهم كلمة التقوى أي ألزمهم كلمة الالتزام بهذا الصلح فلم يجترئ أحد من صحابة رسول الله صلى الله وسلم على مخالفته ما خالفه أحد أربع سنين لم يخالفه أحد من صحابة رسول الله صلى الله وسلم حتى نقضه المشركون لما رأوا أن أهل إسلام يكثرون والإسلام يقوى ورسول الله يعتز غاضهم ذلك فنقضوا قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى الله أكبر يعني لاحظوا أيها الأخوة ألزمهم يعني أوثقها في قلوبهم وكانت لازمة لازمة في قلوبهم وكانوا أحق بها يعني وصفهم الله بأنهم أحق بهذا الوصف كأنك تقول ولله المثل لا ولكلامه حينما تتكلم عن شيء وتقول فلان أحق بهذا الوصف إذ أنه قد حققه كاملا حققه تحقيقا وافرا ولذلك قال الله وكانوا أحق بها وأهلها فأنت تقول هذا حقيق بهذا الأمر وهو أهل لهم حينما تكون مقتنع تمام القناعة من اتصافه به وأن لديه الكفاءة التامة فالله عز وجل يشهد من فوق سبع سباوات لهؤلاء بأنهم أهل لهذه التقوى وأنهم أحق بها من غيرهم فهم لا شك ولا ريب أتقى لله من غيرهم من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم له فأصحابه أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في هذه البيعة هم أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتى آت من بعدهم في ذمهم أو الطعن فيهم فهو والله دال دلالة صريحة على أنه ليس من أهل التقوى لأن الله هنا أثنى عليهم بالتقوى وهو إشادة من ربهم لا يأتي أحد من بعدهم يذمهم إلا وكان وصفه متخلم من هذه التقوى كيف يجترع على طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله تعالى في فقر سبع سماوات قال الله وكان الله بكل شيء عليما ثم قال الله سبحانه وتعالى أي عليما بما في نفوسهم وقلوبهم ثم قال الله لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية قبل الحديبية ما هي الرؤية رأى أن أصحابه يدخلون البيت الحرام وأنهم ورأهم محلقين ومقصرين ولم يرد في الرؤية أنه رأهم يطفون لأن رأىهم داخلين البيت الحرام ورأهم مقصرين وبعضهم مقصر وبعضهم محلق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه وبشرهم فاستبشروا وأيقنوا أن منصرفهم هذا إلى مكة هو تحقيق تلك الرؤية إذ أنها رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء حق فلما كان ما كان من الصلح هنا جاءت فرصة المنافقين فقالوا أين وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين البشرى أرادوا أن يعني يدخلوا في نفوس الصحابة الشك والشبهة والريب فما أعظم حكمة الله ورحمته إذ أنزل هذه الآية تثبيتا وتحقيقا أبو بكر رضي الله عنه بصدق إيمانه ولذلك سمي صديقا قال لهم وهل أخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون العام انظروا المؤمن أيها الأخوة يجد فيما وعد الله به ورسوله يقينا وإن لم وإن كان يرى الظاهر خلافه لأن ذلك قد يكون أمر مستقبل فأنزل الله هذه الآية لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين يعني هذه الآية نزلت بعد الرؤية تحقيق آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ما الحكمة من ذكر أوصافهم أنهم سيدخلون في أمن وأنهم سيحصل لهم ما وعدهم الله من العمره لأن الصلحة الذي حصل من بلوده أنهم يأتون من العام المقبل قابل بعمرة والتي هي عمرة القضية أو القضاء وقد كان ذلك قد كان في العام الذي بعده قد كان في العام البعده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وأصحابه في عمرة القضية قال الله تعالى لا تخافون أي أنكم تدخلون مكة آمنين ولا تخافون أن يغتالكم مشركون أو يصيبون لكم بأذى يعني تدخلون في تمام الأمن ولا تخافون فعلم ما لم تعلموا سبحانه وتعالى بما أراده فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ما هو هذا الفتح جعل من دون ذلك أي قبل ذلك فتح خيبر جعل من دون ذلك فتحا قريبا ثم قال الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لاحظ هنا قال إنا أرسلناك هنا قال هو الذي أرسل رسوله ما الحكم من هذه الجملة من هذه الآية إثبات أن موعد رسول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق لماذا لأنه هو الذي لأنه رسول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يعني كأن الله يقول شهادة الله على ذلك فوق أخباره لك وأي خبر يكون شاهده الله عز وجل وكفى به شهدا ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختم السورة بآية عظيمة إي وربي إنها العظيمة شهادة يعني فيه ختام كأنها شهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أشد داعوا الكفار رحموا بينهم هنا لفته لطيفة مهمة ما مناسبة قوله عز وجل محمد رسول الله من يستطيع أن يأتي بسر ذكر محمد هنا وقوله رسول الله لا ها أحسنت أنهم في صلح الحديبية لما قال هذا ما قاض به محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله ما منعناك من دخول البيت ما حلنا بينك وبين البيت فكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله ثم أثبت الله هذه الكلمة في كتابه في هذه الآية فقال محمد رسول الله أي رغم أنفسكم رغم أنوفكم وأنه حق وإن كنتم أنتم لم تقروا به فقد أقر الله له بالرسالة وشهد الله له في كتابه وكانت هذه الكلمة لم تذكر في الصحيفة فذكر الله في كتابه تتلى إلى يوم القيامة الله أكبر ما أعظم منحة الله لنبيه وما أعظم حكمة الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم حينما يعارض على أنه ليس رسول الله ثم يتخلى وإنما يرضى بأن يكتب محمد بن عبد الله حتى يتم الصلح الله إنها لحكمة عظيمة فمنحه الله جزاء ذلك الشهادة له في كتابه عليه أفضل صلاة ربي وسلامه قال ثم أثنى على الذين معه والذين معه أشداء على الكفار يعني يعني ما يزال في قلوبهم من الشدة على الكفار مع أنهم قد أمرهم الله عز وجل بأن يكفوا لكنهم أشداء على الكفار متى ما تيسر لهم ذلك فإنهم أشداء الكفار لا رخاوة بينهم وبينهم فهنا الشدة في دين الله عز وجل والقيام بأمره ومجاهدة ومقاتلة الكافرين رحماء بينهم أي تجدهم فيما بينهم رحماء في تكاتفهم وتآخيهم وتناصرهم ونحو ذلك لكنهم مع الكافرين لا لا يناصرون الكافرين ولا يوالونهم ولا يلينون معهم وهذه الآية يلخ وتختلف عن قول الله عز وجل في قول الله في سورة الحشر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم تبروهم فتلك في المعاملة في الذين لم يقاتلوا وهذه في شأن المقاتلين فالمسلم المؤمن شديد مع المحاربين لا يلين لأنه في أمر يحارب في أمر قوم يحاربون دين الله عز وجل فلا ملاينة في ذلك أما من كان بينهم وبينهم صلح أو عهد فيختلف ذلك رجاء إيمانهم ورجوع من الحق قال الله في وصفهم وأي وصف وصفهم الله تراهم ركعا سجدا تراهم النبي الله أزوك تراهم وليس الوصف هنا للنبي فقط تراهم وإنما هو خبر عنهم تراهم ركعا سجدا من الخبوت يعني مع أنهم شداع الكفار في نفوسهم من القوة والعزة إلا أنهم مع ربهم في خضوع وذلة هذا معنى ركعا سجدا ولم يقول تراهم يصلون إذا ذكر الركوع والسجود أي يخذون الصلاة فالمقصود به معنى الركوع والسجود وهو الخضوع والإنابة إلى الله عز وجل والذلة لله عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانه ما هو الفضل الذي وعدهم الله عز وجل به من الفضاء والغنائم والفتوحات وغير ذلك والرضوان الذي وعدهم الله به وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني من أثر سجودهم إما أن يكون سيماهم بأثر السجود في جباههم وإما أثرا معنويا بتلألوا وجوههم بنور الإيمان فالأثر هنا إما حسي أو معنوي قال الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة أي أن هذا الوصف ذكره الله في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعني فروعه فآزره الفروع قوت هذا الساق الشط نعم أخرج شطأه فروعه فآزره فاستغلب قوي فاستوى على سوقه والسوق هو الجرم الذي يقوم عليه الشجرة يعجب الزراع ليغيظ بهم والكفار الله عز وجل مثل المؤمنين في نموهم وهو بيان لأن هذا الدين سينمو وسيبلغ كما قال النبي السلام أبلغ الليل والنهار فمثله بالزرع حينما ينمو ويكثر ويتفرع يعجب الزراع يعني يعجب أهل الزرع ثم انتقل للحديث عن الكافر ليغيظ بهم والكفار في كثرتهم ووفرتهم ونموهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ممن من هؤلاء لأن الخطاب في الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة وأجر عظيمة لكن هذه الآية أيها الأخوة ذكروا أنها ليست في الصحابة فقط وإن كانت أظهر فيهم لأنه قالوا والذين معه إما أن يكونوا معه صحبة أو إيمانا فإن كانوا صحبة فالمراد بها الصحابة وإن كانوا معه في الإيمان والاستجابة والاتباع فهم على وصف واحد إلى قيام الساعة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه الأوصاف الذين يلانون فضل الله ورضوانه ووعده ومغفرته وأجره العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر